كيف حالكم أصدقائكم؟ تابعي قناة استسمى العقلك مع أولى أيام تداول على عقود ETF في سبوت شفنا ارتفاع البتكوين لمناطق 49000 خطوة تاريخية جدا قوية بالنسبة للبيتكوين رح نحقي عن السيناريوهات المتوقعة أيضا شو توقعنا للحركة القادمة كل هذا بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد لتاني مرة على التوالي أصدقاء المنطقة اللي حددناها منطقة جني أرباح لتاني مرة بتكون منطقة فعالة منطقة 48000 السعر ما أدري أقفل علىها شمعت 2 ساعة إلى 4 ساعات هذا الحكي أنا حكيت لكم يا على قناة التليجرام لما كنا بمناطق 48800 أثناء هذا البوم كنت أنا متواجد معكم على قناة التليجرام مهم جدا تبتعد عن الفومو وتبتعد عن الارتفاعات السريعة يلي بتصير وتراقب الحركة يلي بعد الارتفاع وبالفعل البيتكوين عاد للهبوط سريعا هذا اللي نبهت عنه وهذا الأمر يلي بحذر منه أنا دائما لا تلحق الفومو حدد مراكز واضحة للدخول حتى تتجنب انت الانعكاسات تاني مرة من جني ربح عند مناطق 48000 ألف مبروك للأشخاص يلي متابعيني خلينا ننتقل للتفاصيل بالنسبة للبيتكوين أصدقاء على فريم اليوم يعتبر البيتكوين إيجابي لحنا أعلى مناطق الـ 44000 إذا البيتكوين إيجابي ولا تصحيح يذكر على البيتكوين طالما لحنا أعلى مناطق الـ 400000 البيتكوين عملت سريعا قمي عند مناطق 49000 وعاد للهبوط تقريبا 6% أولى تداولات الـ ETF سبوت خلينا نشوف التوقع يلي من زمان أنا شرحت لكم هو عن صدور صناديق الـ ETF سبوت لا توقع صعود لأنه البيتكوين تفاعل بالسابق مع خبر الـ ETF سبوت من مناطق خبرتكم من مناطق تقريبا 26000 كان صدا صناديق الـ ETF سبوت وارتفعنا بأكتر من 2.8% بعيدا عن الأشخاص يلي خبروك أنه عند قبول صناديق الـ ETF سبوت رح نشوف شمعة تأخذنا لمناطق 50000 و 52000 وهي الأرقام البيتكوين شفنا ما تحرك بالعكس شفنا خروج أموال من البيتكوين وهذا واضح على استحواز البيتكوين لاحظ أنا التوقعي والرسمي اللي رسمتلك إياها أنه استحواز البيتكوين يصحح بعد قبول صناديق الـ ETF سبوت وهذا اللي صار بعض من الحيتان باعوا الخبر وتم إخراج أموال من البيتكوين والتوجه للعملات البديلة هذا ما يعني أنه البيتكوين حاليا سلبي البيتكوين حاليا إيجابي طالما نحن على مستويات الـ 400000 سنقدر ندخل عليه مضاربة لكن كأستثمار من جيد انتظار تصحيح على فريم الأسبوع إذا منشوف الشرط هذا على فريم الـ 2 أسبوع يعني كل شمعة واحدة بتمثل لي 2 أسبوع منشوف الحدث الأول يلي صار للبيتكوين بالـ 2017 هو إطلاق عقود CMA Future شفنا تفاعل بالسابق مع الخبر لكن عند صدور الخبر شفنا تصحيح للبيتكوين أيضا إذا منشوف الحدث الثاني هو إطلاق أسهم كوين بيس داخل أسواق الأوراق المالية أيضا شفنا البيتكوين تفاعل أيضا بالسلب معها الخبر أيضا شفنا الـ ETF Future يلي بتتذكروا لما كان بالقميس معنا أخبار عن الـ ETF Future أيضا شفنا البيتكوين تفاعل بالسلب وكان محضر نفسه للخبر كان بالسابق مرتفع إذن بعض الأشخاص بيختاروا شمعة الخبر حتى يبدأوا بالبيع ويبدأوا بجني الأرباح يعني إحنا صعدين مناطق 16 ألف بدون أي تصحيح هذا أمر إيجابي جدا للبيتكوين وأمر رائع جدا للبيتكوين وأمر بيخلي المستثمرين اللي حابين يدخلوا استثمار بالتأكيد ينتظروا تصحيح من هاي المناطق إذن خبر الـ ETF سبوت بالشمعة الـ 2 أسبوع الحالية ممكن تعمل عنها تداول جانبي ممكن تعمل عنها نوع من التصحيح قبل الـ Halving المتوقع إن شاء الله إذن خلاصة القول الأصدقاء اللي إحنا قريبين من عمل القمة ممكن تكون القمة عند مناطق 48 ألف وفي حال اختراق من مناطق 48 ألف والسبات علىها ممكن تكون القمة عند مناطق 52 ألف ومن عندها يبدأ نوع من التصحيح يستهدف المرحلة الأولى هي مناطق 40 ألف إذن سيناريو هين في حال أقفلنا أعلى منطقة المهمة المنطقة اللي حددت أنا على فريم الأسبوع منطقة 48 ألف في حال أكدناها كدعم لاحظ قوة هالمنطقة مرتين ضربنا مناطق 48 ألف وعدنا بالهبوط بشكل سريح في حال أكدناها كدعم أقفلنا أسبوع بشكل سريح أعلىها قد تكون منطقة 52 ألف هي المنطقة المستهدفة بالنسبة لبيتكوين لكن غيرها هيك أصدقاء ممكن البيتكوين يبدأ تصحيح من المنطقة الحالية لاحظ على فريم 2 ساعة رفض صريح وواضح لها المنطقة المنطقة اللي نقدر ندخل فيها صفقات مضارة بأولى هي مناطق تقريبا 45 ألف وخمسمية كفريمات صغيرة فريم الـ 15 دقيقة حاليا بتشكل لي هاي النقطة الدعم جدا مهمة 45 ألف وخمسمية في حال فقدناها ركز على التريند في السابق طبعا أصدقاء حكيت لكم عن نموذج هذا في حال كسره تقريبا وصلنا للهدف تقريبا كان عنا الهدف 49 ألف وثلاثمية تقريبا وصلنا مناطق 49 ألف في حال حاليا كسرنا الأسفل عندنا مناطق الـ 44 ألف وثلاثمية هي المنطقة المهتم فيها أن الدخول مضاربة بالنسبة للبيتكوين لكن مناطقي للاستثمار أصدقاء خليني نخبركم خطتي للتعامل بالفترة القادمة في حال البيتكوين زار موفينج الخمسين على فريم اليوم حاليا عند مناطق 42 ألف رح شوف كيف رح يتفعل البيتكوين أولا مع موفينج الخمسين هل رح شوف ارتداد أو رح نشوف كسر وهبوط لتاني مناطق الدعم المهمة جدا اللي هي عند مناطق 8 ألف لكن إلى الآن هيمو دعوي أصدقاء لحتى تفرغ محفظتك إلى الآن البيتكوين إيجابي إلى الآن ممكن نعمل قمة أعلى من قمة اللي عملناها اليوم طالما لحنا أعلى مفتاح الأمان اللي هو دعم أسبوعي دعم يومي مناطق 44 ألف لا تتحدث عن أي بدء لا تصحيح على البيتكوين هيك وصل نهاية الفيديو أتمنين العجابكم خلينا نتقل للفيديو السابق حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملناه يوم أمس رح ناخد رابط الفيديو نتوجه لموقعنا يلي مناخد منه التعليقات بشكل عشوي رح نختار تعليقات اليوتيوب بعدها رح نحط رابط الفيديو هوني ونشير التعليقات المتكررة ونشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات خلينا نقول بسم الله ونبدأ بالسحب عنا تقريبا خمسة وخمسين تعليق على الفيديو شكرا جدا لتفاعلكم أصدقاء معنا خلينا نقول بسم الله وناخد معنا اسم الرابح إذن هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي حتى يستريم جاستو إلى اللقاء